من فيتوريا جماريش شوية إعراط لإشتريال وصم ريو قافي بعد كاراويا قافي بيشتريه الصيف الماضي بمليون يورو ودلوقتي مفترض إن هو يبيعه بعد ست شهور فقط من انضمامه بتقريباً مبلغ 2.5 مليون يورو يعني تقريباً كسبان ضعف المبلغ ونص فيه من النادي الأهلي طب دي سياسة الأندير البرتغالية عموماً إن انت بتجيب اللعيب بتستثمر فيه وبتبيعه بضعف تمنه بأكتر من ضعف تمنه وهكذا إيس على كده لعيبة كتير ما هو اللي جايب عشرة بيتباع بعشرين واللي جايب عشرين بيتباع باربعين إيس على دارو النونيز كان جايب حاجة وثلاثين مليون وبيتباع لليفر بول بمئة مليون فإيس على دايماً على نفس الفكرة ونفس العقيدة بتاعت كل أنديت دوري البرتغالي طب ده رقم واحد رقم اتنين اللي 2.5 مليون يورو دول بالنسبة للنادي الأهلي تبص لهم إزاي؟ تبص له من أنت جايب لعيب في الدوري البرتغالي لعيب غاني عنده 24 سنة لعيب كان منافس على هدفين الدوري البرتغالي حتى هذا التوقيت يعني اللي هما الست شهور بتقع أول الموسم أحرص في بورتو وأحرص في براجا واحد من اللعيب المتقلقين جداً جداً وبشرين جداً فإنت لما تجيب لعيب بالقيمة دي 24 سنة ولعيب غاني بيلعب في الدوري البرتغالي بشكل أساسي 14 مباراة تقريباً شارك في التلاتاشر كأساسي في الموسم ده في الدوري بورتغالي تحديداً فكل النقط دي بتقولك أنه قيمته مش هتقل عن كده مش هتقل عن 2.5 مليون يورو وهو في الآخر رهان هو ريسك أن أنت جايب لعيب في الآخر يا ينجح يا ما ينجحش بس أنت في الآخر ليك مواصفات معينة